أهلا بكم جديد إلى دائرة الشرق طبعا هذه الساعة كما رأيتم هي مخصصة لي عام مرة على بايدن ولم يكن عاما عاديا في ميزان العلاقات الأمريكية الخارجية لقد خلط بايدن الأوراق بشكل جزري وغير الكثير من الحسابات فكان الشرق الأوسط في الواجهة وتغيرت الأمور فيما يخص مفاهيم من قبيل الشراكة والتحالف والتنافس فما الذي حدث؟ تقول الكثير من التقارير الأمريكية لا يحتاج المتابعون والمحللون لسياسة الأمريكية في الشرق الأوسط إلى بزل جهد كبير لملاحظة أن هذه السياسة في صيغتها الابتدائية هي الأكثر ضبابية أو صيغتها البيدينية هي الأكثر ضبابية وافتقادا إلى خطوط واضحة المعالم وخلال عام أعلن البنتاجون سحبه بعض المعدات العسكرية من المنطقة كما أنه سحب قواته القتالية من العراق لكنه أعلن أنه حفظ على استراتيجية الردع مع الشركاء في الخليج وطور آلية تكنولوجية حديثة لحماية ممرات الملاحة لكن في المقابل بدأت إدارة بايدن مفاوضات مع الإيرانيين لإحياء إتفاق النووي ينظر إليها كثيرون أنها دبلوماسية فجة غير مبررة في الكثير من التنازلات فإيران التي تفاوت في فيينا تزيد من قدراتها النووية في طهران وتأمر وتنهي في هذا الملف ويرى البعض أن تبدل الاستراتيجية الأمريكية في الشرق الأوسط لم يأتي نتيجة حسابات عسكرية واقتصادية فقط لكنه كان أيضا مدعوما بنتائج حربين مكلفتين هما الحرب في العراق والحرب في أفغانستان كذلك الأمر لا يمكن إغفال الوضع الداخلي الأمريكي فلأول مرة يؤدي الانقسام السياسي الحاد بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي إلى حالة من الاحتقان الشلل للمؤسسات الأمريكية الأمر الذي تجلب فيه كثير من قرارات بايدن بشأن الشرق الأوسط وفي الإجمال لا يبدو أن إدارة بايدن قادرة أو راغبة في الاستثمار في أي شأن يخص هذه المنطقة ولا سيما النزاعات والحروب الدائرة في الوقت الذي تواجه فيه مصاعب في الداخل كما أنها تحتاج إلى توفير ما لديها من طاقة وجهد لمواجهة ملفات أكبر مثل ما تصفه هي بالتحدي الصيني والتنمر الروسي إذن نتحدث عن سنة وسياسة الخارجية نقرأها بمنظور الشرق الأوسط والتحلفة التقليدية في هذه المنطقة أعود وأرحب بضيفي من واشنطن عبر سكايب هذا السيد برادلي بومن المستشار السابق لشؤون الأمن القومي في مجلس الشيوخ وكبير مديري مركز شؤون العسكرية والسياسية في مؤسسة الدفاع عن ديمقراطيات أما من القاهرة فينضم إلينا الآن الدكتور جمال عبدالجواد مستشار مركز الأهرام دراسات سياسية والاستراتيجية أهلا بكم أبدأ معك دكتور عبدالجواد قبل أن أعود لضيفي سيد بومن عندما نقول انسحابات الأمريكية من منطقة شرق الأوسط يخرج إليك كثير من أصوات تقول لك لا ليست انسحابات إعادة انتشار لا ليست انسحابات سياسية وإنما فقط عسكرية وفيها بدائل تكنولوجية ولكن بالنتيجة هل يمكنك اليوم بعد سنة أن تحكم على طبيعة السياسة الخارجية التي سوف تربط الولايات المتحدة الأمريكية مع هذه المنطقة على الأقل للقادم من أيام في إدارة بايدن أعتقد أنه في قدر كبير جدا من الغموض يلف هذه السياسة الولايات المتحدة تاريخيا لعبت في المنطقة دور الضمانة أمنية لعدد من دول المنطقة الدول المعتدلة الدول التي انحازت للولايات المتحدة في فترات طوال عقود سابقة الآن يبدو أن الولايات المتحدة تعيد صياغة هذا الدور ولم تعد راغبة في الحقيقة في القيام بدور الضمانة الأمنية لم تعد القوة الرادع الأمريكية وسياسة الرادع الأمريكية لضمان أمن هذه الدول واضحة رأينا استخدام القوى المسلحة ضد السعودية ضد منشآت نفطية في السعودية رأينا مؤخرا اعتداءات على دولة الإمارات العربية المتحدة رأينا أيضا اعتداءات على منشآت عسكرية أمريكية في الحقيقة في سوريا من جانب ميليشيات تبعها لإيران وكل هذا لم يقابل ردا أمريكيا في العراق وفي الحقيقة في سوريا قاعدة التنف في سوريا أيضا تعرضت للهجوم في كل هذه المناسبات الولايات المتحدة لم ترد بما أضعف الرادع الأمريكي ومن ثم أثر غموضا كبيرا حول إلى أي مدى يمكن الاعتماد على الولايات المتحدة في سياسات أمنية من جانب دول المنطقة ما هو المصاري الذي على هذه الدول دول الشرق الأوسط أن تذهب فيه لضمان أمنها بعد أن ضعفت الضمانة الأمريكية وليس معروفة إلى أي مدى بالضبط هذا الضعف أفضل السيناريوهات هو أن هذا العام كان عاما اختباريا عاما تتعلم في هذه الإدارة على أمل أنها ترسم سياسة أكثر وضوحا في العام الثاني والأعوام التالية لكن يبقى هذا مجرد أمل بير مؤكد طيب أذهب إلى سيد بومن سيد بومن هو خيار استراتيجي الانسحاب من الشرق الأوسط لتركيز الموارد كما قلت قبل الفاصل لمواجهة الصين فإذا بالصين تأتي إلى كل مكان تنسح منه الولايات المتحدة الأمريكية فهل تعتقد اليوم بأن سوف نشهد تغير في هذه السياسة أم لا؟ بالفعل ليس هناك أي اهتمام أي مصلحة لواشنطن بوجود في هذه المنطقة حتى لو مين مكان عب الفراغ لا أعتقد أنه من الصحيح أن نقول أن الولايات المتحدة انسحبت من الشرق الأوسط بلا شك قامت الولايات المتحدة باتخاذ قرار سيء للغاية في أفغانستان في رأيي كان ذلك خطأا كبيرا ولكن هل يمكننا أن نقفز إلى استنتاج أن الولايات المتحدة انسحبت بالكامل من الشرق الأوسط؟ لا لا يمكننا أن نقول ذلك طبعا ألفين جندي في العراق ألفين جندي أو أكثر في سوريا تواجد قوي في دول الخليج وقواعد عسكرية إذن علينا نحن والمشاهدين أن نتذكر أن الولايات المتحدة موجودة في الشرق الأوسط هذا أمر مهم أرى أيضا أنه من المهم أن نتحدث عن الفرق بين المنافسة مع الصين وتواجد في الشرق الأوسط الصين في إيران قد دخلت في اتفاق استراتيجي مع إيران لـ 25 عاما والوزير الخارجي الإيراني كان في بيكين وتحدث عن التدريبات العسكرية والدفاعية بين الصين وإيران وتبادل الأسلحة تبادل مبيعات الأسلحة إذن سياسات دولة إيران الإسلامية تتقرب كثيرا من الصين لذلك بالنسبة للولايات المتحدة المنافسة مع الصين عادية ولكن لا يمكن أن نقبلها في الشرق الأوسط ما رأيك سيد جمال عبدالجواد بأن هذا الانسحاب أو كلمة انسحاب هي مبالغة فيها غير صحيحة طبعا ما زال الولايات المتحدة لها وجود وما زال عدد ليس قليل من دول المنطقة تفضل وتشجع الولايات المتحدة على البقاء على تعزيز التبني السياسة أكثر وضوحا أكثر صلابة في المنطقة أكثر إدراكا للمخاطر الأمنية اللي فيها لكن خليني أقول أن الرغبة الأمريكية في مواصلة القيام بالدور اللي قامت بيه في مراحل سابقة أو حتى دور قريب منه هذه الإرادة والرغبة أصبحت طعيفة جدا الولايات المتحدة تحمل المنطقة تكلفة أخطاءها السابقة عندما غزت العراق على وجه التحديد بلا مبرر كافي فأنهكت نفسها وأنهكت حلفائها ووسعت نفوذ أعداءها نفوذ إيران في المنطقة والآن تقول كيف تورط في الشرق الأوسط وعلى دول المنطقة أن تتحمل المخاطر اللي خلقتها الولايات المتحدة بنفسها الوضع الشديد الخطورة وفيه عدم مسئولية في الحقيقة إلى حد جبير من جانب الولايات المتحدة في إدارة سياستها في المنطقة طيب شكرا لك الدكتور جمال عبدالجواد مستشار مركز الأهرام لدراسات سياسية والستراتيجية وأيضا من واشنطن شكرا لك السيد براينلي بومن المستشار السابق لشؤون الأمن القومي في مجلس شيوخ وكبير مديري مركز شؤون العسكرية والسياسية في مؤسسة دفاع عن الديمقراطية كل الشكر لكم على مشاركة في هذا الحوار